اشتركوا في القناة مجال اللي كيعرف تطور جدا ملموس وكيتبين على الحضور بحضور الفنانات والفنين على الصعيد الدولي وبالتمن دي لبعض اللواحات اللي كنشوفها على الصعيد الدولي يعني كيبين بان هناك حضور فني مغربي متميز اليوم حنا الوقت باش نقوي الجانب القانوني باش نحميو هاد لواحات هاد الفنانات والفنانين بالطبع كذلك كان حضور نجل المدير نجل مدارس الفن الجميلة لان كين هناك يعني استراتيجية ذو المدى القصير وحات المدى المتوسط باش يكون هناك تكمينات بالنسبة للخبراء لغينسقوا مع المحاكم باش نعرفوا ما بين العمل نجل الفنانين والتزوير اللي كان عيشوه هنا وهناك الاشكالية نجل التزوير كيف ما كتعارفوه كتخلق لنا مشكل ف ف لما كانوا نبنيوا واحد السوق آآ يعني سوق السوق الفن آآ ومحاربة آآ يعني التزوير آآ كين مجموعة نجل نجل الاساليب طبعا الجانب القانوني اولا وحتى يعني آآ تعبئة نجل العاملين في هاد المجال آآ لهذا كانوا معنا اليوم يعني آآ مدرأ نجل اللي جالغي ست آآ نجل اللي جالغي اللي كانين على صعيد الوطني هنا باش يكون هناك تعبئة وتنسيق معهم آآ باش نحاولوا مرة اخرى يكون هناك اجتهاد من طرف الجميع لتقوية السوق آآ الفني هنا في المغرب هناك السوق دولي اللي حضرة فيها المملكة المغربية وحضرة فيها الفنانين آآ ولكن بالطبع كين هناك افق يعني كبيرة خاص فقط هناك يكون آآ اجتهاد باش يكون هاد الاجتهاد باش نقوة السوق الداخلي إلا بغنونا نكون حاضرين بقوة على صعيد الدولي لابد أن يكون هناك السوق داخلي محترم وفي هذا المجال آآ يعني تكلمنا على مجموعة دي المقترحات اللي جوا من آآ يعني من ملين بالأمر وحتى من آآ من قطاع آآ التقافة آآ تكلمنا على الجانب القانوني تكلمنا للجانب الإداري تكلمنا على تبسيط بعض المصات الإدارية وبالخصوص تقوية السوق آآ عبر يعني آآ لقاءات عبر آآ آآ أنشطة آآ اللي غتعرف للمغاربة أكتر وأكتر هاد المجال دي الفنو الجميلة هنا في المغرب اشتركوا في القناة